القضية التانية الشائكة اللي لازم نخلي بالنا منها موضوع الزواج برضو تعرض لي شمشون ونادى من على منابر كتيرة حاجات غريبة جدا وأنا استغربت لها عايز أصحاح 14 لما راح شمشون وقال لأبوه وأمه عن واحدة من بنات الفلسطينيين بنات الفلسطينيين أنا لا أتكلم عن الأعراق عن عرقية الفلسطينيين الآن منهم مؤمنين ومفديين وخدام مقادة للخدمة لكن أتكلم عن ناس ليهم علاقة بالرب وناس ما لهمش علاقة بالرب بيقول هنا أنه رأى امرأة في تمنى من بنات الفلسطينيين فقال لأبوه وأمه في عدد اتنين فالآن خذاها لي امرأة فقال له أبوه وأمه أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبك امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف كانوا أمم وثنيين فقال شمشون لأبيه إياها خذ لي لأنها حسنت في عينيه بعض الناس قالوا شمشون غلطان وشمشون كذا كذا لكن بصوا بيقول هنا عدد اربعة يقف أمامنا جميعا ولم يعلم اقروا يا حبايب ولم يعلم أبوه وأمه في ذلك أن ذلك من الرب لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين خلي بالك في حاجات موجودة بس احنا ما بننتبه لهاش هذا العدد عدد اربعة من أصحاح أربعتاشر بيقول الموضوع ده سمح بيه الرب فموضوع الزواج يتكلم عنه الرسول بولوسي كورونسو ستانية ستة أربعتاشر لازم تخلوا بالك مش بنت شكلها حلو وعنها خضرة وجسمها مش عارف ايه والولد ده دمه خفيف وعنده سيارة ومعامة ديليا دهب وعنده شغل كويس هو ده اللي نجوزهم لبعض لا هذا هو التعليم الكتابي المتصل بكلمة الله وإلا تتحول بيوتنا إلى خرائب أحبا اقروا الآية الجميلة دي لا تكونوا اقروا معايا لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة كمل وأي اتفاق للمسيح مع بلعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن شمشون كانت حالة استثنائية في قضاء 14-6 لكن هذا هو تعليم الكتاب لما تدي فلزة كبدك لإنسان شرير وأنت مش واخد بالك أنت تعبث وأنت لا تمارس أمر كتابي لابد أن يكون المؤمن هو الموضوع المهم والمؤمنة ترجمة نانسي قنقر